اشتركوا في القناة في مباراة لكرة القدم ضمت عددا من مسؤولي الوزارة وموظفيها واشاد الوزير بقرار مجلس الوزراء تخصيص نصف يوم عمل في الوزارات والهيئات الحكومية لممارسة الرياضة تشجيعا لجميع فئات المجتمع على تبني نمط حياة رياضي صحي وتأكيدا على دور الرياضة في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتعايش بين مكونات المجتمع كافة مثمنا دعم سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدال الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لفعاليات هذه المناسبة الرياضية الوطنية وأكد الوزير أن الوزارة تنفذ مئات الأنشطة والبرامج الرياضية سنويا لرعاية الطلبة الموهوبين في شتى الرياضات ليشكلوا رافدا مهما للفرق المدرسية والوطنية مشيرا إلى أن جهود الوزارة في هذا المجال قد أسهمت في تحقيق مدارس مملكة البحرين إنجازات رياضية مشرفة في العديد من المحافل الإقليمية والدولية هذا والجدير بالذكر أن المدارس الحكومية والخاصة نظمت كذلك العديد من الفعاليات بهذه المناسبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر